اشتركوا في القناة تنطلب مني يعني زوجي لما يروح مع أصحابه أقوله أعمل لك حالة نوع تاني يقول لا أعمل لي البسبوسة خلونا نبدأ بالمقاضي وطريقة التحضير جدا سهلة وأول حاجة عندي ربع كوب من السمنة الحيوانية السمنة تعطي نكهة للبسبوسة وقوام جدا حلو وربع كوب من الزيت النباتي عشان الزيت تعملها شاشة في البسبوسة وعندي كمان ربع كوب من السكر أو نص كوب حسب رغبتكم وعلبتين من القشطة هذه الكمية ضعف الكمية ممكن تعملوا نص الكمية بنص المقادر كل المقادر بكتب لكم ياها بصندوق الواسف الآن بخلط المواد السائلة مع بعض تمام تمام شوفوا كيف بخليه من السكر يدوب أخلطوها تمام بعد كده الآن بنضيف المواد القافة اللي هي معايا كوب من الحليب البودر استخدمونه عيات حليب حلوة وعندي كمان كوب من السميد هذا الكوب اللي أنا أقص فيه عبارة عن نص كوب تمام وأضيف طبعا مرات السميد مختلف تمام والآن بضيف رشة من الفانيليا وبخلطها كده تقليب شوفوا ما تقلبوناش كتير بس عشان المكونات تمتزق وهنا عندي ربع كوب من البكنج بودر ممكن اللي استغناء عنه لأنه إضافة البكنج بودر يخليها خفيفة يخلي البسبوسة ممكن تستغنوا عنه عادي مرات أني ما أضيفوش هنا عندي صينية صينيتي كبيرة فبضيف سمنة لا تعملوش لا زيت ولا تعملو طحينة اعملو سمنة حيوانية استخدموا السمن السمن يعطي طعم للبسبوسة فضيعة وهو اللي يتحكم بقوامل حلو كمان طبعا الخليط لازم يكون ثقيل نفس كده وممكن أثقل شوية أنواع السميد تختلف مرات تحتاجوا سميد أكتر ممكن تحتاجوا كوب ونص كوب وربع فالخليط يكون مثل كده ثقيل لو كان أتقل شوية كمان حلو يكون بس أني القشطة يعني مقاديري بالقشطة هذي طلعت أكتر كمية القشطة كانت كبيرة فعادي حتى لو كانت أتقل شوية أحسن والآن حاولوا أنكم توزعها بالتساوي ما يكونش فيه جهة سميكة وجهة رفيعة حاولوا أن تمام تتوزع شوفوا النفس كده الآن شوفوا بغطيها على بل ما يسخن الفرن لازم البسبوسة شوية ترتاح مش على طول تدخلها الفرن الآن خلاص صخن الفرن حرارة 200 ببعد الغطة وبدخلها للفرن وكيف تعرفوا أن البسبوسة بدأت تستوي من تحت الأطراف تستوي لونة ذهبية خلاص تطفوا عليها من تحت تشغلوا له من فوق تتحمر فقط تاخد 20 دقيقة ما تطولش الآن عندي شيرة عندي طبعا كوبين من الحليب ونص كوب من السكر أنا استخدمت حليب الشاي تقدروا تستخدموا نص كوب من حليب المكتف المحلة وكوب كمان من حليب الشاي المبخروا طلعوا على النار أول ما يغلي خلاص طفوا عليها هنا خلاص طلعت البسبوسة وهي ساخنة البسبوسة سخنة وكمان الشربات عندي سخنة على قرارة المصريين الشربات كمان الشيرة عندي أو التشريبة حق البسبوسة تكون سخنة يعني مغلية أول ما تطلع البسبوسة كل البسبوسة ساخنة وكمان التشريبة ساخنة وأبدأ أشربه كيف تعرفوا أن البسبوسة حقكم ناجحة على طول تشرب التشريبة ما تقلس التشريبة حق البسبوسة ما تقلس تطوف فوق لا فهذا دليل أن البسبوسة مش هشة ومش حلوة لازم كده تتشربه خلاص شوفوا كل ما صبيت سكبت شربته هذي يعني ممتازة الأنخص بغطيها كده حق 10 دقائق بعدين بفتح عليها لازم البسبوسة تتغطى شوية 10 دقائق 5 دقائق لازم تغطوها شوية أما بقصدير أي شي أني هذي عندي صينية حلوة كتير للحلويات للبسبوسة يعني صراحة ترتب في بيت تجي معها قطاعة وفيها غطى يعني تقدروا حتى رايحين مكان يعني بتاخدوا معاكم بسبوسة كده خلاص يعني قدف بالصينية ومقطعة وكده روعة والله بتاكلوا ألد بسبوسة طبعا البسبوسة أنا أكلمتكم إيش اللي يخلي البسبوسة كده شوفوا كيف طرية صوفت شوفوا كيف شوفوا كيف طرية أنتم شايفين كيف كده ملسة وطرية وهشة وخفيفة وتأكلوا وحدة وورا وحدة من غير ما تشبعوا ومستحيل أحد يدوق هذه البسبوسة وما يقول لكم شنشتير طريقة من ألد أنواع البسبوسة اللي ممكن تعملوا فيه كتير يعمل بقد بس مرات القوام حق يكون ناشف لكن عشان تحصلوا على هذا القوام زي تتبعوا الخطوات اللي قلت لكم ضوفوا السمنة غير كده تكون الشيرة سخنة والبسبوسة سخنة لما تضوفوا لأي تشريبة كانت أي بسبوسة معاكم أي شيرة تضوفوها لازم البسبوسة سخنة والشيرة سخنة أو حامية عشان تكون دايبة غير كده لازم تغطوها شوية بعد ما تحطوا الشيرة يعني حق خمس دقائق عشر دقائق كمان صينية البسبوسة رازم ما تكون شعميقة تكون حوافة رفيعة عشان البسبوسة ما تتشرخش معاكم وكبر الصينية أو صغرية هي تتحكم بسماكة البسبوسة طبعا هذي كانت زوجي كان طالع مع صحابه ويشتي بسبوسة عملت لهم إياها بأوراق الكبكيك لأنه ما عنديش علب فكده بطريقة حلوة بحيط إنه كل واحد ياخد يعني زي ما يحب وبس والله إن شاء الله تقربوا هذي الوصفة قدر روعة وخليني أقول لكم كمان على هذي العلب هذي العلب أخدته من محلات خمسة أو البلاستيكيات كمان في دائري في مربع وهذي مستطيل وفي أحجام من أحلى أنواع العلب اللي ممكن تحطو فيها المعقنات المخبوزات قدر روعة إذا شفتوها خدوها وهنا تعالوا نطحان الهيل طبعا استخدمت هيل هندي دي المرة معني أحب الهيل الأمريكي بس ما شاء الله هندي درجة أولى طعمه حلو لونه حلو قوي ما شاء الله مع القهوة السعودي قدر روعة وأفضل مطحنة تطحنوا فيها الهيل أو البن هذي المطاحن تطحن لكم أشيء ناعم اللي يحب الأشياء ناعمة ياخد زي كده وهذي القهوة عندنا جاهزة وهذي الوصفة حلوة جدا لرمضان كده بعد الترويح الله يبلغنا يا رب معكو بالقهوة طبعا هذي الوصفة أو هذي البسبوسة تقدروا تخلوها بعلبة في التلاقة أسبوع ما يضغررش لا قوامة ولا الشي تقلص طرية بالعافية ليولوكم إذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنس حلو منكم وبالعافية ليولوكم